عقدت وزيرة الدولة للهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد اجتماعا تشاوريا مع داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة إحدى دور النشر يأتي ذلك لبحث ترتيبات إطلاق المرحلة الثانية من التطبيق الإلكتروني للمبادرة الرئاسية اتكلم عربي وهي المرحلة التي تستهدف الأطفال المصريين بالخارج من سن 7 إلى 9 سنوات وقالت وزيرة الهجرة أن هناك جهدا كبيرا تم بدله للانتهاء من كافة مراحل التطبيق وتم إجراء العديد من التعديلات كما تم استطلاع أراء الأمهات المصريات بالخارج مؤكدة أنه يتم العمل على التطبيق لاستهداف مراحل سنية أطول